الغازات هي جزء من عملية الهضم ولكن تراكمها بالأمعاء بسبب عدم الراحة والألم بهالفيديو رح نحاول مع بعض نستعرض مجموعة من أهم المشروبات لطرد الغازات من القولون ولكن بالبداية ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتعملوا شير لرابط الفيديو مع الأصدقاء وعلى صفحاتكم بيعتبر تشكل غازات البطن نتيجة طبيعية لتناول الطعام وبتم التخلص من الغاز عادة عبر الفم بالتجشؤ أو عبر فتحة الشرج بإطلاق الريح إلا أن تراكم الغازات بالبطن يمكن يسبب لك الألم والإحراج أيضا وكمان انتفاخ البطن عند الأطفال من أهم المشاكل اللي بتعاني منها الأمهات انتفاخ البطن أو الغازات بيحدث نتيجة ابتلاع الهوى أثناء الأكل والشرب وبتبلش المشكلة لما بتوصل بعض هالغازات اللي بتلعى الإنسان لأمعاءه الغليظة حيث تبدأ بالتجول بالبطن وبتسبب ضغط وانتفاخات مزعجة وما بدنا ننسى كمان أن الجسم بيزيد إنتاج غازاته مع بعض الأطعمة مثل الفصولية والعدس واللاكتوز الناتج عن منتجات الألبين والفريكتوز والسوربيتول اللي هو المحليات الصناعية طيب بحال الشكوى من غازات البطن شو هي العلاجات والوصفات الطبيعية الممكن الإنسان يلجأ لها بالبيت الوصف الأولى صودة الخبز والليمون بعد شرب صودة الخبز والليمون رح تتخلص من الغازات خلال مدة 20 دقيقة كيف بتحضر هيد الخلطة؟ أول شي بتجيب نص كوب من الماء وبتضيف ملعقة صغيرة من صودة الخبز وعصير ليمون وبتخلطهم مع بعض بتضيف المزيد من الماء للمحلول وبتقدر تضيف لها المحلول خلي التفاح اللي رح يساعدك على تخفيف مشاكل الغازات الوصف الثاني شاي النعناع النعناع معروف انه بيحتوي على المنتول واللي إلوه تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي وبساعد بتهدئة الأعصاب سقط كيس الشاي بالنعناع بكوب وصب مي صخني مغلية فوقه وغطيه لمدة 15 دقيقة وبعدين اشربه الوصف الثالث شاي البابونج لتحضر هيدا الشاي لازم تقوم بنقع 2 ملاعق من مسحوق البابونج والضيف القليل من الليمون والعسل للخليط وهالشي كرميل تحصل على طعم أطيب بنهاية المطاف الوصف الرابع الفلفل الأسود لتحضر هيدا الوصفة خلوط مسحوق الزنجبيل مع الفلفل الأسود ومع أوراق النعناع المجفف بكميات متساوية وضيف بذور الكزبرة وطحان كل هالمكونات مع بعضها لتعمل الخلطة وبعدين بتقدر تتناول ملعقة صغيرة مرتين يوميا لعلاج تهيج المعيدة الوصف الخامس يخلي التفاح هالخل رح يخلي المعدة حمضية بما يكفي لهضم الطعام وتخفيف مشاكل الغازات وعسر الهضم تقدر تاخد كمية صغيرة من خل التفاح بكوب من الماء وتشربها 3 مرات يوميا لتحصل على تأثيرات جيدة الوصف السيد ستوم وللاستفادة منه بتقدر تعمل شربة فيها توم أو تحط التوم المطحون بمي وتغليله بضع دقائق وبعدين بتضيف عليه بذور الكمون والفلفل الأسود وبتصفيه وبتتركه ليبرد وبعدين بتشربه الوصف السابعة من أسهل الوصفات وهي المي الدافية تعتبر المي الدافية من العلاجات الرائعة للتخلص من الغازات لأنه مش بس رح تخلصك من الغازات ولكن كمان من كل السموم المتراكمة بالجهاز الهضمي بيكفي تتناول كوب من الماء الدافئ يوميا خصوصا في الصباح قبل الطعام أو من بعض الوجبات الرئيسية لازم تتأكد من أنه المي منه بارد ومنه مغلي لازم يكون مي دافي يعني فاتر الوصف التام من الزنجبيل رح يساعدك بمنع تشكيل الغازات داخل الأمعاء ومنع انتفاخات البطن ممكن تمضغ قطعة من الزنجبيل عند تناول طعامك وهالشي رح يساعدك بمنع انتفاخات البطن ومنع تشكيل الغازات كمان شاي الزنجبيل رح يكون له مفعول سحري على جهازك الهضمي ولتحضيره لازم تقوم بطحن الزنجبيل لتحصل على المسحوق وتضيفه لكوب من الماء المغلي الساخن وتتركه عشر دقائق ومن بعدها تتناوله الوصف التاسعة هي وصفة القرفة وتحضيره بتم من خلال إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة بكوب من الحليب الدافئ ثم إضافة كمية من العسل والتقليب قبل تناول المشروب الوصف العاشرة حبوب الهيل تقدر تعالج حالك عن طريق مضغ فصوص الهيل ثلاث لأربع فصوص رح يساعدوك بتقديم الإغاثة الفورية من الغازات أو بتقدر تشرب شاي الهيل أو تخلط الهيل مع بذور الشمر وتتناول الخليط عدة مرات على مدار الأسبوع لكن ما تنسى أن الهيل ممكن يزود دقات القلب رائب نفسك إذا نسبك أو لا الوصف الأخيرة بهالفيديو هي وصفة القرنفل لما تقوم بتناول فصوص القرنفل هالشي رح يساعدك بالتخلص من غازات الجسم على الفور طعم القرنفل رح يكون كتير قوي كرميل هيك بتقدر تتناول زيت القرنفل اللي ممكن تكون طعمته أخف ولكن الفصوص من الخيارات الجيدة للمعالج السريعة ترجمة نانسي قنقر